أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ سؤال أنزله الله سبحانه وتعالى بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي جواب صدع به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإليكم ما حدث خاض المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووقع في الكلام معهم ثلاثة من الصحابة منهم مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وكان مصطح ممن ينفق عليهم الصديق رضي الله عنه لقرابته تألم الصديق كثيرا لما قيل في ابنته حتى برأها الله من فوق سبع سماوات في آيات من القرآن الكريم فرح أبو بكر رضي الله عنه بفضل الله وغضب على من خاض في عرض ابنته دون وجه حق وقال والله لا أنفق على مصطح بعد الذي قال في عائشة فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أي لا يحلف من كان ذا مال وسعة منكم أيها المؤمنون بالله ألا يعطوا ذوي قرابتهم فيصلوا به أرحامهم فاستجاب الصديق لأمر ربه قولا وفعلا وقال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي وصدق فيما قال فأرجع إلى مصطحن النفقة التي كان ينفقها عليه وانتصر الإيمان على حظ النفس والعفو على الغضب ليكون ما حدث نبراسا نقتدي به ورسالة لقلوبنا